ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشذك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا حملته أمه وهنا على وهب وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهع للمنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصع الخدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وامضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وما الحياة الدنيا إلا متى العلور ترجمة نانسي قنقر